مرة أخرى تعود أزمة المحروقات في لبنان إلى ذروتها مع عجز المصرف المركزي اللبناني على توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستراد الوقود ويقول المصرف المركزي أنه توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين في خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى مستوى حاد وخصوصا معرفه للدعم بسبب تضاء الاحتياطيات البلاد من العملة الأجنبية قرار يأتي في مرحلة حرجة مع الضغوطات الاقتصادية والغضب الشعبي على عدم إفراج المصارف على أموالهم المحجوزة وتلاحق عمليات اقتحام البنوك لاسترداد الأموال المودعة وزيت اليوم على بان لون بان لأخذ وزيت أخذ اللي عم بتنوت بالمستشفى هذه الحقوق الضائعة والركود الاقتصادي هي جزء كما يشير خبراء من الفشل السياسي الحاصل في تشكيل الحكومة وملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي لم يصل حتى الآن إلى نتائج واضحة ويلعب الشركاء السياسيون في لبنان الدورة الأكبر في الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد في ظل انتخابات نيابية لم تقدم برأي الشارع أي حلول في تكرارا للصراع السياسي القائم منذ سنوات وهيمنة ميليشيا حزب الله وسلاحها على الدولة في لبنان ومحاولته الضغط على القضاء لعدم محاسبة متورطين بانفجار مرفأ بيروت ولحين انتهاء هذا الانسداد السياسي الذي دخل في مستنقع يصعب الخروج منه تبقى فرصة اشتعال الشارع بالتظاهرات مرة أخرى هي المشهد الأقرب مع طوابير المنتظرين على محطات الوقود والبنوك التي لم يعد همها إلا تغيير الواقع لا غير